كما يسعدني أن أرحب بالمخوض السامي إلى وكالة الأنر وساعدة السيد فليب لازاريني في هذا الاجتماع إنما تشهده المنطقة من تصعيد واستمرار لدعنوان إسرائيل فلسطين ولبنان وتوسع الصراع إقليميا وربما دوليا يحتم علينا جميعاً اتخاذ موقف حازم وفوري لوضع حد للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل لم يعد مجدياً للاكتفاء بالإدانات والحلول الجزئية خاصة أمام حجم المعاناة التي عرض لها الشعب الفلسطيني ومضاعفة المستوطنات وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف وتفشي خطاب الكراهية والتحرير فكل ذلك يؤدي لتقويض فرص تحقيق حل الدولتين والدفع نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار إن استمرار الإخفاق في إيجاد حل المستدام للصراع في الشرق الأوسط سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين بما في ذلك نشر التطرف والإرهاب والهجاة غير الشرعية أصحاب السمو والمعالي والسعادة إننا نعيد التأكيد على مطالبنا الثابتة بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق صراح الرهائنة المحتجزين وتفعيل آليات المحاسبة وإنهاء سياسات الإفلات من العقاب والمعايير المزدوجة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وفي هذا الإطار تجدد المملكة دعمها لوكالة الأنروا وتؤكد على أهمية دورها الحيوي خاصة في ظل الموارسات الإسرائيلية التي تعرض عملها والعمل الإنساني كافة في الأراضي الفلسطينية للإنهاء صحاب السمو والمعالي والسعادة يتعين علينا الآن وأكثر من أي وقت مضى تكثيف جهودنا المشتركة لإنقاذ حل الدولتين في سبيل إعادة الأمن والاستقرار وإرساء السلام في منطقتنا وضمان الأمن والسلم الدوليين ونهدف بأن تسهم اجتماعات التحالف الدولي في ترجمة الاتزامنا هذا إلى واقع ملموس عبر خطوات عملية وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفي هذا الإطار نود تأكيد دعمنا للسلطة الفلسطينية ونتطلع إلى أن تثمر اجتماعات التحالف الدولي عن نتائج ملموسة تلبي الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال بما يضمن تعايش السلمي لشعوب المنطقة كافة لقد اختختت دولنا من السلام خيارا استراتيجيا لها وعربت عن استعدادها الجدي للشراكة من أجل السلام وقد آن الأوان أن يعمل المجتمع الدولي بشكل جماعي لتحقيق ذلك